سأذكر لك بحثاً نشرته قبل أيام أجراه باحث إسرائيلي عن عظام الإبل التي تم العثور عليها تعود لآلاف السنين في الجزيرة العربية وفي الشرق الأوسط في فلسطين وفي الأردن وغير ذلك تبين أن الإبل استخدمت أول مرة للركوب واستؤنست أول مرة قبل الميلاد بألف سنة تقريباً أو تسعمائة سنة تسعمائة وثلاثين سنة في زمن سيدنا يوسف ويعقوب لم تكن الإبل قد استؤنست كانت وسيلة النقل هي الحمير المستخدمة في ذلك الوقت هذا الباحث الإسرائيلي أراد أن يثبت أن التوراة صحيحة فجاء بهذه العظام وبحث علمي نشر في موجود على موقع ناشنال جيوغرافيك عام 2014 وجد أن هذه العظام التي عثر عليها لم ليس فيها أي إشارات على أن الإبل استخدمت للنقل وللحمل الأثقال إلا بعد يعقوب بمئات السنين عليه السلام بعد يوسف ويعقوب نحن لدينا سورة يوسف في القرآن التوراة الحالية المحرفة تذكر أن الإبل أو الجمال استخدمت للنقل في رحلة أبناء يعقوب إلى مصر إخوة يوسف ولكن أثبت البحث العلمي الحديث أن الوسيلة المستخدمة ليست هي الإبل بل هي الحمير الحمار كان مستخدما في ذلك الوقت لنأتي إلى سورة يوسف في القرآن الكريم قال تبارك وتعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد رحة يوسف لو لا أنت فندون طيب العير ما تفسيرها يقول مجاهد في تفسير القرطب وفي تفسير الأطبري كانت عير بن يعقوب حميرا يتطابق التفسير مع العلم الحديث لذلك قال هذا الباحث اليهودي ماذا قال قال إن هذه الحقيقة العلمية تثبت أن التوراة محرفة وكل النبوآت الموجودة لديهم وما يسمى بدولة إسرائيل كلها محرفة أيضا وأن الكلام الصحيح جاء في القرآن الكريم لأن هذا الكتاب يتطابق مع العلم الحديث وبالتالي أقول بشكل عام كما قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فهل نحن مؤمنون اليوم؟ هذا السؤال